فيلم الطفل أربعة واربعين فيلم أمريكي جديد انتاج هوليود اسمه الطفل أربعة واربعين الطفل أربعة واربعين الفيلم بتكلم هو إخراج دانيل سبينوزا الفيلم بتكلم على أنه أيام الاتحاد السوفيتي وأيام استالين كان فيه مذابح للأطفال أو عمليات اغتيال منظمة ومسلسلة ومستمرة للأطفال فيه عملية منظمة كل شفاية اغتيال طفلة ده حسب الفيلم ففيه زابط مخابرات سوفيتية كي جي بي بعدما خرج من الخدمة قرر أنه شخصيا يفتح تحقيق يشوف مين اللي بيقتل الأطفال أو إيه السر وراء عمليات اغتيال الأطفال في الاتحاد السوفيتي في زمن استالين الحكومة السوفيتية وقفت ضد هذا الزابط وطبعا المعنى الواضح أن الحكومة السوفيتية حكومة موسكو كانت مع اغتيال هؤلاء الأطفال وضد أي تحقيق مستقل لكي يكشف مين الجاني في هذا الأمر دي قصة الفيلم اللي هو الطفلة أربعة واربعين الفيلم ده راح روسيا وشركة روسية لعرض الأفلام الأجنبية اشترته وجاية تعرضه في دور السينما وزارة الثقافة الروسية منعت عرض هذا الفيلم في دور العرض السينمائية الروسية روسيا بتقول ده احنا في الزكرة السبعين لانتصارنا على النازية وتاكن الزعيم الروسي هو استالين فما ينفعش في الزكرة السبعين نعرض فيلم زي ده بيوسيق إلى هذه الزكرة وبيحاول يدي صورة سيئة للروس ويظهر ان احنا قتلت أطفال هنا نقطة مهمة جدا ان لما دولة تشوف ان فيه فيلم بيوسيق إلى الصورة الوطنية أو إلى التنشئة الوطنية أو إلى التاريخ القومي لبلدها ممكن توقف عرض الفيلم في حرية وحرية مؤكدة إنما الوقت اللي فيه صدام كبير بين هذه الحرية اللي بيستخدمها الآخرون علشان تدمير مجتمع أو حتى مش تدميره وده كلام كبير إنما من أجل التنغيص عليه أو الإساءة لذكرى مهمة عنده أو تشويه حدث تاريخي مهم في قلوب أو في قلب هذا الشعب في هذه الحالة ممكن نلاقي الموقف زي ما حصلت في روسيا هو من عرض هذا الفيلم في دور السينما الروسية طبعا الحرب بين روسيا وأمريكا بتصل من الأفلام إلى احتمالات حرب نووية